ليه لا عشان اتقال اتقال في الكواليس مفيش من ولاد النادي الاهلي النجوم الكرة حد راح إلا إلا أنا وطاهر لا في مجموعة كبيرة تتعدى 16-17 وربيع وكابتن إكرامي أنا مرحتش الجمعة أنا مرحتش في الجمعة مرحتش في الاهلي أنا الاهلي كان عندي ظروف أنا رحت يوم أول يوم الكابتن ربيع حضرتك رحت ليه رحش الكيان أنا عمر بحض الجميع رحش الكيان وفي جماعة عمين أنت مش فتنش فيها لأ مش فتنع دي مش فتنش فيها أه 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 بلك بتلات أربعة دي مش فتنش فيها في مجلس إدارة أكيد طيب وفي أعلام قال لك ما تروحش قال لنا أه لا في أعلام تلع قبلها قال لنا ما تروحش لا بس أنت رحت طيب أنا بس عشان اللي بيزايده النادي الاهلي الوحيد اللي كان إشراف قضاء كامل النادي الاهلي الوحيد مرة تانية يا جماهير الاهلي وعضاء جمعيته العمومية لينا الشرف اللي النادي الاهلي الوحيد اللي عمل لما تعملت في الجزيرة قادي على يوم واحد قادي المشهد قدام حضراتكو عشان بيقول لك ده يوم وعد معلش قادي الصورة في نادي الجزيرة الدنيا وقفة ما تحركتش بسبب يوم لو حصل عند النادي الاهلي في الجزيرة كت مصر حتوقف من تسعة الصبح لغاية سبعة وتمانية وتسعة وعشرة بالليل هو ده اللي احنا قلناه قادي الصورة امام حضراتكو عشان محدش يقول احنا دايما بنكلمكم بالصورة باللي بيهاجموا النادي واللي بيقفوا ضد قراء النادي واللي مش عاجبهم حاجة غير رأيهم ولكن احنا بنتكلم من ارض الواقع قادي الصورة روحنا صورنا والصورة هي من حضراتكو الدنيا وقفة ولا مش وقفة ما تجيش تقول لي بقى يوم وعدة مش عارف ايه الصح صح وانت حالك قلت كابتن ربيع انا روحت عشان خاطر النادي الاهل وكابتن شريف اهل روحت عشان خاطر النادي الاهل ولا روحنا عشان يمين ولا صاد روحنا عشان خاطر النادي الاهل والاهلي لما يبقى ليه موقف قوي انا كابن من ابنائه مضعفوش او في ظهره ونقشه جوه القوضة ما عودش اه اه واولول وصوت واقول ده بس عشان انا حاجات قلتها كنت عايز ااكد بس لحضراتكو روحتوا انا اكيد شفتكو لكن جملة اخيرة كابتن شريف جملة اخيرة بالتوفيق للنادي الاهل فبطولة افريقيا ان شاء الله وربنا وفقنا بكرة بإذن الله للاهم اللي احنا كل حاجة بنعملها ده المصلحة مصر وربنا يهدي النفوذ بقى هنعمل ايه كابتن ربيع جملة اخيرة احنا كلنا لازم نحب بعض ونقرب لبعض ونطرابط وكل واحد بصرف نظر عن موجود او مش موجود نحب الكان وننتمي ليه بشكل اعمق واكبر وافضل صح بصرف نظر لان ربنا سبحانه وتعالى سم الكان الكان اللي هو وضوء كبير جدا في حاجات كتير جدا معنا واحنا عايشين طبعا يعني عايشين به عاديين بنروح نلعب ونقعد واو ما نقدرش نبد عنه فبالتوفيق لمجلس الإدارة ان شاء الله وبالتوفيق الكان السنين القديمة بإذن الله تعالى وبالتوفيق لحسام والبادري وجهاز الفني في بطولة أفريق المشيات الله تعالى كالعادة زي كل حلقة بتبقوا موجودين معايا شرفتوني نورتوني ببقى سعيد وانتو موجودين معايا كجيل عظيم فرح جماهير النادي الأهلي وما فيش حاجة اسمها الجيل الحالي هو اللي بيجيب واللي قابليه كلنا مكملين لبعض كنتوا جيل عظيم فرحتوا جماهير النادي الأهلي استلموا الرايا اللي بعدوكو واللي بعدوكو واللي بعدوكو عشان كده دايما دابتكو دابتكو والله احنا جايين نعيد عنه الأهلي للأهلوية أنا جاي عيد عليكو أنا مصمم على كده وده رأيي واللي يهاجم يهاجم يقول الأهلي لولاده الأهلي للأهلوية شرفتوني ونورتوني مرة ثانية بالوقت هنروح نشوف أراء الجماهير وتوقعاتها عن توقعهم لتشكيل مباراة مصر وأوغندا وبعدها هستقبل النقد الرياضي الكبير لأول مرة يشرفني الأستاذ جمال الزهير